السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الأفاضل الأكارم كما هو المعهود مع عهدٍ جديد وصيَّةٍ عظيمة من وصايا الصحابي الجليل عبد الله بن سعود رضي الله عنه وأرضاه والذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسُّك بعهده والرضى بقوله فهو حبرٌ من الأحبار وصحابيٌ عالمٌ جليل من سادات هذه الأمة وفقهائها رضي الله عنه وأرضاه فعن وائل بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما حالٌ أحبُّ إلى الله أن يجِد العبد فيه من أن يجِده عافِرًا وجهه ما حالٌ أي حبُّ الأحوال التي يُحِبُّها الله من عبده من أن يجِده عافِرًا وجهه أي ساجِدًا لله تعالى على التراب هذه أجلُّ طاعة وأعظمُ قُربَه عنوانُ الخضوع لله وكمالُ القُرب منه وغايةُ الذُّلِّ له قد دانَت بها الخلائق من السماوات فما دونها ألم تر أن الله يسجُد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرٌ من الناس وكثيرٌ حقَّ عليه العذاب ومن يُهِن الله فما له من مُكرِم فالذي حقَّ عليه العذاب هو الذي لا يسجُد لربِّه سبحانه فإنه لما هان عليه السُجُود له واستخَفَّ به ولم يفعله أهانه الله فلم يكن له من مُكرِم بعد أن هانه الله فقرامةُ العبد في سجوده لربِّه ورفعةُ العبد في ذُلِّه لخالقِه فأشرفُ الحالات أن يُمرَّ الجبين لله تعالى في التُراب وتُذلُّ الجوارح لربِّ الأرباب وقد قال ربنا واسجُد واقترب فَمَنْ أَرَادَ الْقُرْبَى لربِّ الْبَرِيَّةِ فَمَنْ صَرَفَهُ لِغَيْرِ رَبِّهُ فقد تنكَّب عن عبادته وأشرك في توجُّهه لا تسجُدوا للشمس ولا للقمر واسجُدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقد قال الهُدهُد عن ملكة سبع وقومها مُستقبحًا فعلهم وجدُّها وقومها يسجُدون للشمس من دون الله وزيَّن لهم الشيطان وأعمالهم فصدَّهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجُدوا لله الذي يُخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تُخفون وما تُعلِنون الله لا إله إلا هو ربُّ العرش العظيم هذا الهُدهُد طائر عرف أن هؤلاء في ضلالٍ مُبين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحدٍ أن يسجُد لأحدٍ إلا لله فالسُجُود من خصائص الإلهية لا يُسجَد لأحد إلا لله وقد قال الله عن أهل الإيمان إنما يؤمنُ بآياتنا الذين إذا ذُكِّروا بها خَرُّوا سُجَّدًا وسبَّحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ومن سجد لله تعالى تعبُّداً وذُلاً في الدنيا سيسجُد له في الأخرى كرامةً وعلامةً لرغى ربِّه عنه قال الله عز وجل يوم يُكشف عن ساق ويُدعون إلى السُجود فلا يستطيعون خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يُدعون إلى السُجود وهم سالمون في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشفُ ربُّنا عن ساقه فيسجُد له كلُّ مؤمنٍ ومؤمنة ويبقى كلُّ من كان يسجُد في الدنيا رياءً وسمعة فيذهبُ ليسجُد فيعودُ ظهرُه طبقًا واحدًا وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله العبادة في صعيدٍ واحد أي يوم القيامة نادى مُنادٍ ليلحق كلُّ قومٍ بما كانوا يُعبدون فيلحق كلُّ قومٍ بما كانوا يُعبدون ويبقى الناسُ على حالهم أي هذه الأمة المؤمنون فيأتيهم الله فيقولوا ما بالُ الناس ذهبوا وأنتم ها هنا فيقولوا ننتظرُ إلهنا فيقولوا هل تعرفونه فيقولون إذا تعرَّف إلينا عرفنا فيكشفُ لهم عن ساقه فيقعون سجودًا فذلك قول الله يوم يكشف عن ساقٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويبقى كلُّ منافقٍ فلا يستطيع أن يسجد ثم يقودُهم إلى الجنة أي ربُّهم سبحانه رواه الدارمي بل من فضائل السجود الله تعالى أن الله تعالى يُحرِّم أعضاء السجود على النار وإن عُذِّبَ الإنسان بذنوبه ودخل جهنم فالنار لا تأكل أعضاء السجود كرامةً من الله لأعضاءٍ ذلَّت وخشعت وخضعت له ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيُضربُ الصِّراط بين ظهراني جهنم فأكونُ أول من يجوزُ من الرُّسُل بأمَّته ولا يتكلمُ يومئذٍ أحدٌ إلا الرُّسُل وكلامُ الرُّسُل يومئذٍ اللهم سلِّم سلِّم وفي جهنم كلاليب مثلُ شوك السعدان غير أنه لا يعلمُ قدر عظمها إلا الله تخطفُ الناس بأعمالهم فمنهم من يُوبَقُ بعمله ومنهم من يُخردَل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يُخرِجوا من كان يعبد الله فيُخرِجونهم ويعرفونهم بآثار السجود كيف يُعرف في النار من لم يسجُد لله قال فيُخرِجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرَّم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرُجون من النار قال فكلُّ ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرُجون من النار قد امتُحِشُوا فيُصَبُّ عليهم ماء الحياة فينبُتون كما تنبُتُ الحِبَّة في حميل السير أو الحبَّة في حميل السير رواه البخاري ولما كان السجود بهذه المنزلة كان أعظم رُكْنٍ فعليٍّ في الصلاة وسرُّها الذي شُرِعت لأجله وهو الرُّكْنُ الوحيد الذي يُكرَّر في كل رقع مرتين وفيه يُسبِّح العبد بعلو ربه سبحان ربي الأعلى ووصفُ الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذين حطَّ إلى السُفل على وجهه فذكر علو ربه في حال سقوطه ونزَّه عما لا يليقُ به مما يُضاد عظمته وعلوه فالسُّجود لا يعدِلُه شيء وإن كان في صورته ذُل ولكنه رفعه وقُربه من الله ما بعدها قُربه عن ثوبان أنه سأل رسول الله صلى الله وسلم عن حبِّل أعمال إلى الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السُّجود لله فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَهِ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةَ وَحَطَّى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةَ رواه مسلم وعن ربيع بن كعب قال كنتُ أبيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان يخدمه فأتيته بوضوءه وحاجته فقال لي سل فقال أسألك مرافقتك في الجنة قال وغير ذلك قلتُ هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرة السُّجود رواه مسلم وعن عباد بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السُّجود رواه بن ماجة أي استكثروا من الصلاة التي فيها السُّجود وعُبِّر عن الصلاة بالسُّجود لأنه المقصود الأعظم من الصلاة وسرُّها الأكبر فلا يُشْرَع سُّجودٌ منفرد في غير صلاة إلا سُّجودان سُّجود التلاوة وسُّجود الشُّكر وأما السُّجود للدعاء وهذا منتشر في هذه الأزمان يُصلي ثم يذكر ربَّه ثم يسجد السجدة الطويلة ثم يخرج من المسجد هذا بدعة أقرأ ما يكون عبد من ربي وساجد هذا في صلاة بما جاءت به السُّنة أما ذاك فهو بعد عن الله لأنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن عبد الله بن بُسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أُمَّة يوم القيامة غُرٌّ من السُّجود مُحَجَّلُونَ من الوضوء رواه الترمذي والغُرَّة علامةٌ في الوجه والتحجيل علامةٌ في الرجل فهذه الأمة تعرف بعلامة الوضوء في وجهها بعلامة الوضوء في رجلها وبعلامة السُّجود في وجهها وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السُّجود فاشتهدوا فيه في الدُّعاء فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم رواه مسلم أي حري أن يُستجاب لكم فالدُّعاء أفضل ما يكون إذا كان في السُّجود يُستجاب وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العب من ربه وساجد فأكثروا الدُّعاء رواه مسلم وفضائل السُّجود كثيرةٌ جداً ومكانته عظيمة وأسراره دقيقة وللسُّجود في ديننا هيئةٌ مخصوصة وأعضاءٌ معلومة فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد على سبعة أعضاء فعن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أُمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين رواه البخاري ومسلم وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً أي في السُّجود في الصلاة منهي إنسان أن يكف ثوبه وهكذا أن يربط شعره بأن لا يسجد معه والسُّجود على هذه الأعضاء السبعة واجبون عند أكثر العلماء إلا الجبهة والأنف فوضعُهما رُكنٌ من أركان الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا يُصيب أنفه من الأرض ما يُصيب الجبيين وفي رواية لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض فالجبهة والأنف حكمها واحد وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع كفه في سجوده على الأرض لبعض الناس يضع أصابع فقط ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما إلى القبلة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يضع كفه على الأرض ويبسطهما ويضم أصابعهما ويستقبل بهم القبلة ويرفع ذراعيه عن الأرض ويجافي يديه عن جنبيه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بصاط الكلب رواه مسلم وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم وعن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فارج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه وعن وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد ضم أصابعه وعن البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة قال النبوي رحمه الله والسن أن يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة ويضع كفيه حذو منكبيه ويعتمد على راحتيه ويرفع ذراعيه ويكره بسطهما وافتراشهما لابد ترفع الذراع على الأرض وكان يرفع بطنه عن فخذه في سجوده لا يرسق البطن بالفخذ ولا يمد صلبه بحيث يكون كالمتجع وإنما يرفع مؤخرته فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه أبو ذاود وعن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد وأما الرجل في حال السجود فقال النووي السن أن ينصب قدميه وأن يكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها وكان عليه الصلاة والسلام يرس عقبيه إلى بعضهما في حال سجوده القدم وكان يطمئن في سجوده والطمئنين في الصلاة ركم من أركانها عند جماهير العلماء والطمئنين في السجود أن تستقر عضاؤه في السجود وتطمئن مفاصله وهكذا إذا رفع من السجود لا بد أن يرجع كل عظم إلى مكانه ويطمئن فلا بد أن يطمئن جالسا كما يطمئن ساجدا كما يطمئن قائما والطمئنين تركن من أركان الصلاة عند الجماهير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده رواه أحمد وعن أبي عبد الله الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده ويصلي فقال لو مات هذا على حالي هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسوأ الناس سريقة الذي يسرق من صلاته قال يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقبل له صلى لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها ويتم سجودها ولا يتم ركوعها فما حال أحب إلى الله أن يجد العبد فيه من أن يجده عافراً وجهه فاستكثروا من السجود فالسجود أرفع الحالات فويل لمن لم يسجد ربه نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يحفظنا في دنيانا وفي أخرانا وأن يجعلنا ممن يسجد له في الآخرة في عرصات القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيراً سبحانك اللهم وحمدك أشهدوا لا إله إلا أن تستغفر وكتب إليك